نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة وأخبار مهمة جداً وهبدأ من عند النادي الأهلي من عند النادي الأهلي سوارش بينتقد لعبي النادي الأهلي لعدم تنفيذ تعليماته في مباراة بيرامز سوارش النهاردة قعد مع اللعبين والدايق جداً وتحدث بصوت مرتفع جداً زع من الآخر في غرفة الملابس عشان اللعبي النادي الأهلي ما سمعوش تعليماته أثناء المباراة بالمناسبة أنا شفت ده بعناية أنا شفت ده بعناية الراجل كان بقف بره متجنن عمال يطلب طلبات واللعيبة مش عايزة تنفذها لا هي لسه محفزتهاش لسه معرفتهاش لسه مستوعبتهاش بنسبة 100% وده طبيعي ده طبيعي الراجل جاي بفكر جاي بشكل أداء معين جاي بضغط معين جاي بتمريرات معين فيه تفاصيل تكتكاة وفنية الراجل بيحفظها اللعبين ده مش أحسن من مبرأة واثنين أو تلاتة بس هو الراجل لما يبقى محفز اللعيبة حاجة ويشوفهم عملوها في التدريبات ويليوم في المالة عم نسيوا حاجة منها طبيعي هيتعصب بس برضو الطبيعي إنه ممكن ينسوا اللي جاي ممكن يبقى أحسن اللي جاي ممكن يبقى أحسن وبالمناسبة وبالمناسبة من مبارح شايف غضب وعصبية مبالغ فيها بسبب خسارة الأهلي من بيرامينز أنا بتكلم تحديدا على بعض من جميع النادي الأهلي والمنتمين لجميع النادي الأهلي واللي بيحبوا النادي الأهلي فيه نرفزها وزعل مبالغ فيها أجماعة ببساطة كده شديدة هو الأهلي خسر مباراة الأهلي خسر مباراة وبس يعني مخسرش الدوري عنده نهاية كاس يوم الخميس عنده مباريات في منتهى الأهمية مفيش أي حاجة بتقول إن الأهلي مثلا مثلا يعني في أزمة مفيش أي حاجة بتقول إن الأهلي مثلا مثلا في كارثة فنية مفيش أي حاجة هو لما هيكسب المباراتين لو كسب المباراتين المؤجلاتين ليه هيبقى الفرق بينه وبالنادي الزمالك المنصدد تلات نقاط مباراة نفس الكلام ده أقول نالي على الزمالك قبل كده إنه الزمالك مش في أزمة لما يخسر المباراة ويتعادل المباراة هو يا جماعة قدوا بالكم من نقطة الدوري بتاع إنه الأهلي يخشه ويطلع من الدوري بلا أي هزيمة ده خلص خلاص الدوري اللي الزمالك يخشه ويطلع بلا أي هزيمة ده خلص خلاص هتقول لي خلص ليه هقولك خلص ليه كم ده كان ممكن يحصل زمان بس دلوقتي معظم الأندية في الدوري المصري بقى عندها إمكانيات بقى عندها لعبين بقى عندها قولة مميز من لعبين على مستوى الدوري المصري بقى عندها لعبين قريبين جداً من لعب الأهلي والزمالك ففكرة إنك تخش الدوري تكسب كل مباراتك مش هتشوفها كتير تاخد الدوري قبل ما يخلص بعشر أو حداشر مباراة ده مش هيحصل تاني مش لضعف الأهلي أو لضعف الزمالك لا إن المستوى شوية في الدوري بقى متقارب أو بقى فيه فرق عندها إمكانيات وبقى تقدر تكسر بقى تقدر تهاجم بقى تقدر تسجل بقى عندها مدربين مميزين فبالراحة بس النهاردة بشوف ناس بتهاجم صورش بسم الله الرحمن الرحيم يا راجل لسه بدأ الشغل بيهاجموه ليه؟ ناس بتهاجم الشناوي ناس بتهاجم مدافع النادي الأهلي ومحمد عبد المنعم وآآ يا آآ آمن أشرف وكل اللعبين ناس بتهاجم تخيل يا مؤمن بيهاجموه جدا علي معلول يعني علي معلول ده من اللعيبة اللي أنا في رأيي واحد من أهم المحترفين اللي جنب في تاريخ النادي الأهلي اللي لم يكن أهمهم في رجلته وإسراره ومهاراته وفنياته وكل شيء أخطأ أخطأ في هدف تاني قدام برامز مش ماشي فاندايك بيغلط فاندايك أفضل مضافع في العالم بيغلط ليفربول بيخسر في الدولة الإنجليزة مانشان ساستيدي كان بيخسر في الدولة الإنجليزة اللي خده ريال مدريد في الدولة الأسبابية اللي خده كان بيخسر ما هو أنت هتخسر وأنت ماشي طبيعي والمنافس بتاعك يخسر والمنافس التالت يخسر وهكذا لازم نوصل للحال اللي هو بتاع ايه احنا منلعب كورة كورة ما بيبقاش فيها مكسب على طول والكورة ما بيبقاش فيها فرح على طول فيها شوية زعل بس الزعل ده ما يبقاش غضب ازعل طبعا لما الفريق يخسر ازعل اكيد هتبقى مصول تعليق فريق خسران بس مش على طول كل الناس بيتوش فجأة واصل الإدارة عامة مش عارف ايه واصل الجهازة فني بيعمل ايه واصل اللاعبين عملوا ايه بالرحم